الرئيس السيسي يتابع النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف ويوجه برفع مكافأة المصابقة العالمية للقوان الكريم لمليوني جنيها روسيا تجري تدريبات على دفاعها الجوي بموسكو للمرة الأولى منذ بدء العمليات وتنشر بطريات دفاعية في العاصمة وضواحيها أزمة صقف الاقتراض الأمريكي تنتظر اتفاقا جمهوريا دموقراطيا وتحذيرات من سيناريو الوقود التضخمي بالولايات المتحدة والعالم السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريميتش رشرة أخبارية مفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم ومنارة لنشر صحيح الدين على انتداد رقعة الجمهورية مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية القبرى في كل محافظة وخلال اكتباع لمتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف وجه رئيس السيسي بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للكرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيه والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم والتي تتناول حفظ قرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن وأشار المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تنول عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعدادات لشهر الرمضان الكريم دعويا ومجتمعيا وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كالسقوق الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية كما تبع الرئيس السيسي كذلك نشاط حيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على زيادة المستمرة في إرادتها حيث تطورت إرادتها خلال عام 2022 إلى حوالي ملياري جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014 وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية مشددا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم وخلل الاجتماع لمتابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقد الرعاية الأسرية وجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناح الحياة كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات وموجها في هذا الصدد برعاية المبادرتين التي أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر قادرون باختلاف وهما مبادرة الإتاحة لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل الذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أرقان وخدمات المجتمع وكذلك مبادرة أحسن صاحب التي تهدف إلى إنهاء العزة الاجتماعية والاقتصادية للذوي الاحتياجات الخاصة وفيما اتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكانت كافة قواعد البيانات وجه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجماعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الابحاث الاجتماعية للغارمين ودرست أفضل السبل الفاعلة لعلاج أسباب الغرم وكذا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أنه تم عرض جهود وزارة التضامن لرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معاشية قهرية تؤثر على نفسياتهم وتفاعلهم مع المجتمع توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعبدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023 وفي نص الكلمة أعرب وزير الداخلية عن أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق مؤكدا أن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم بحس وطني وإيمان راسخ من أجل النهود برسالة الأمن النبيلة بخطة ثابتة قوية لا يوهن من عزمها الصعاب والتحديات مؤكدا أن مسيرة العمل الوطني ستظل ماضية وصامدة بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعال السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبعي بأزياد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 565 قضية تموينية مستونادية وعينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت قرابة 228 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على سلع المضعومة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 92 طن كما ضم ضبط قرابة 115 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توليد أرز الشعير والبعي بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 21 طن في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فضلا عن ضبط 488 قضية في مجال قضايا المخابس من بينها 184 قضية خبز نقص الوزن و 183 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في القرى بمختلف المحافظات لتقديم الوعي والاستماع إلى أراء الأهالي وحل مشاكلهم بجانب تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية ففي قارة الحمولي بمحافظة الفيوم قدم فريق التحالف الوطني بالتنصيق مع عدد من المؤسسات التوعوية التوعية كاملة الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي القدرات الخاصة وكشف المبكر عن سرطان الثادي والصحة الإنجابية كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ مبادرة خيرك سابق بتعاون مع قوافل ستر وعافية من خلال توزيع 9000 كارتونة مواد جذائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم بالإضافة إلى عدد من الوجبات الساخنة بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف استقبل وزير الخارجية سامح شكري مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية في تشكيله الجديد برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التفاعل مع مراكز الفكر والأبحاث وتوسيع دائلات التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية وتناول اللقاء علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين والأوضاع على الساحة الإفريقية وقضية تسد النهضة والعلاقات مع دول الجوار الجغرافي للإقليم العربي فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية وأدوات الدبلوماسية العامة في دعم أهداف الدولة المصرية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية نقشت مصر والسودان تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي تعد أحد أقدم آلية التعاون بين البلدين وتعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة موارد مياه النيل بصورة فعلة جاء ذلك خلال زيارة رسمية تستمر يومين لوزير الرأي والموارد المائية هاني سويلم للسودان الشقيق حيث قام الوزير بزيرة مركز التنبؤ الجاري إنشاؤه بالتنصيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين والذي سيجتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل شددت وزارة الخارجية اللبنانية على ضرورة المعالجة الفورية لملف تزديد لبنان لمساهمته للأمم المتحدة والتي تترطب التأخير فيها إلى حرمان لبنان من حق التصويت في الجامعية العامة لأمم المتحدة وأكدت الخارجية اللبنانية أنه لا وجه حق لتحميل الوزارة مسؤولية التقصير الحاصل في تزديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت كما أوضحت الخارجية اللبنانية أن الوزارة تتابع منذ عدة أشهر مسألة تزديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة ما يؤثر على حق لبنان بالتصويت أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شهيع السوداني أن بلاده أولت أهمية خاصة للعلاقات الخارجية وأنها مستمرة في التواصل وتبادل الزيارات مع الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصلحة المتبادلة وضف السوداني أن واجب الدولة يتمثل في التخطيط والتنمية ومعالجة مواطن الخلل وخلق الفرص الاقتصادية وتهيئة الأرضية لعمل القطاعين العام والخاص مشددا على أولوية مكافحة الفساد ودعم الحكومة العراقية للقضاء والجهات المقتصة لملاحقة المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة داعيا جميع القوى الفاعلة إلى ضرورة الابتعاد عن التجاذبات التي لم تعد وسيلة مناسبة لتصحيح مصار الوضع السياسي في البلاد أكدت قيادة العملية المشتركة العراقية أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إحباط هجامات إرهابية في عدد من المحافظات العراقية وقال المتحدث باسم قيادة العملية المشتركة العراقية تحسين الخفاجي أن الاستخبارات العسكرية تقوم بجهود كبيرة وضربات نوعية مكنتها من إنقاء القبض على مطلوبين أمنيا بينهم خمسة من العناصر الإرهابية في محافظات مختلفة وهي كاركوك وديالي وصراح الدين والأنبار مشيرا لأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجامات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد أجرت روسيا اليوم تدريبات على دفعها الجوي في سماء العاصمة موسكو وذلك للمرة الأولى منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها أجرت تدريبات بمقاطعة موسكو تحاكي صد هجمات على منشآت عسكرية وصناعية وإدارية مشيرة إلى استخدام منظومة S-300 وصواريخ إلكترونية في التدريبات العسكرية بموسكو وكشفت الدفاع الروسي عن نشر أنظمة بطاريات دفاعية في موسكو وضواحيها قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات ليوبارد 2 القتالية الألمانية في بولندا وكشف الوزير الأوكراني أنه أجرى نقاشاً مع نظره الألماني بوريس بورستكيوس بشأن تزويد بلاده بدبابات ليوبارد 2 الألمانية وأكد في تغريدات له على حسابه على موقع تويتر أن المحادثات مع ألمانيا ستستمر حتى توافق برلين على إمداد أوكرانيا بدباباتها حتى مخيلو بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنيسكي حلفاء بلاده على التفكير بشكل أسرع في زيادة دعمهم العسكرية لأوكرانيا وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييفا وأوضح أبو دولياك أن حلفاء بلاده سيساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال مشيرا إلى أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عادى هزيمة روسيا وجهات نظر مختلفة أو ربما مصالح خاصة أشعلت الجدالة في صفوف حلفاء أوكرانيا وداعمها الرئيسيين انعكس في فشل القادة الغربيين للاتفاق على إمداد أوكرانيا بدبابات ثقيلة حرصا منهم على عدم استفزاز موسكو التي استخدمت سلاح الطاقة مؤخرا للضغط على الأوروبيين لقبول سياسة الأمر الواقع إزاء التطورات في كييف التصريحات الغربية بشأن دعم أوكرانيا عسكريا ارتطمت كلها بالانقسام الغربي وباتت السيناريوهات كلها مفتوحة بعد فشل وزراء الدفاع والقادة العسكريين من نحو خمسين دولة في الاتفاق على تسليم كييف دبابات ثقيلة من طراز ليوبرد ألمانية الصنع لكييف وذلك خلال اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية في غرب ألمانيا وكانت تأمل من خلاله الحصول على ضوء أخضر من برلين لتسليم كييف الدبابات دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وليوبرد الألمانية كانت محل الخلافة فحكومة المستشار أولاف شولتس ترى أن من الأفضل تقديم الدبابات الأمريكية أما إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فترى أن تقديم الدبابات الألمانية لكييف سيكون أنسب وأكل الطرفين تذرع بحجج فنية وكأن كل طرف كان يحاول عدم توريد بلاده في معادة الدب الروسي والدفع بالآخر في وجه موسكو وبالرغم من اضطرار كييف لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على الدبابات التي تطالب بها فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد والدنماركة أصدرت إعلانات منفردة عن إرسال جحنات أسلحة كبيرة إلى أوكرانيا من ضمنها مدرعات وسواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة لكن المتحدث باسم الكيرملين ديمتري بيسكوف رد معتبرا أن الدول الغربية متوهمة حول قدرة أوكرانيا على الانتصار على أرض المعركة يأتي ذلك واسط توقعات بأن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعبئة مزيد من القوات أو لإطالة أمد النزاع مراهنا على عنصر الوقت في مواجهة الدول الغربية التي قد يتراجع استعدادها للإبقاء على مستويات المساعدة الحالية لأوكرانيا قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن التحالف الدعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم من بدء العملية العسكرية الروسية وضف بلينكين أن المساعدات العسكرية تستمر في التضفق على أوكرانيا وفق ما تحتاجه لافتن إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برارلي وأن دولا أخرى دعمت لأوكرانيا فعلت الشيء نفسه أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية ديب باتلر أن الولايات المتحدة تركز حاليا على تزويد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة لمساعدتها على استعادة أراضيها وقال المسؤول الأمريكي أن أوكرانيا في قتال وجودي لدفاع عن أراضيها معتبرا أن أمام الأوكرانيين فرصة كبيرة للانتصار في الأشهر المقبلة اتهم البيت الأبيض كوريا الشمالية بموصلة دعمها للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والذخيرة وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن صورة للأقمار الصناعية نشرتها الحكومة الأمريكية تظهر قطارات روسية تسافر إلى كوريا الشمالية في الثامن عشر من نوفمبر وتعود إلى روسيا في اليوم التالي محملة بحاوياتها وأشار كيربي إلى أن الصور تظهر التسليم الأولي للأسلحة الكورية الشمالية لأتوتي الوصول وهي巧 أمثل تحديدا السلحة الحكومة اشتركوا في القناة 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 دولا لا تواجه ازمات متعلقة بالامن الغذائي في قائمة المستفيدين من اتفاق الحبوب لافتة الى ان الامم المتحدة تدعو لزيادة صادرات الحبوب الاوكرانية ولا تحركوا ساكنا بشأن تصدير الاسمدة او المنتجات الزراعية الروسية بحسب البيان اعلن عضو دارة مقاطعة سابروجيا فيلاديمير جوف اختراق خط الدفاع الاول للجيش الاوكراني في عدة مناطق من المقاطعة مشنا الى تواصل العمليات القتالية النشطة وقال روغوب ان خط الدفاع الرئيس لقوات الاوكرانية يقع في كامانسيكيا وارخوف موضحا ان المدينتين تقعان في الطريق الى مدينة زابوريجيا التي ما تزال تحت سيطرة كييف كشفا عن ان القوات الروسية تقدمت سبعة كيلومترات وتعمل على تحرير سبع بلدات في مقاطعة زابوريجيا اخبار السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها في مبادرة للتفاول خبراء الساحة يستبعدون حدوث تفشي جديد لكورونا في الصين قريبا حذرت وزارة الخزانة الامريكية من خطر تخلف البلاد عن سداد ديونها بعد وصول الحكومة الامريكية الى الحد الاقصى لصقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار يتذلك بينما اعلن البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن سيبحث الازمة مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للاتفاق حول حل مناسب مازق جديد محدق بالاقتصاد الامريكي في فترة لا تخلو من التحديات المالية التي تنعكس على الاسواق الامريكية وتتحمل تبعاتها اقتصادات العالم ايضا بفعل قوة الدولار الامريكي كعملة عالمية للتجارة الدولية فبعد وصول الحكومة الامريكية الى الحد الاقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 مليار دولار اطلقت وزيرة الخزانة الامريكية جانت ييلين تحذيرا خطيرا من نتيجة تخلف واشنطن عن سداد ديونها ومدى تأثير ذلك على العالم حيث وضحت انه سيؤدي بكل تأكيد الى ارتفاع في تكاليف الاقتراض بالبلاد بما يؤثر على كل الامريكيين من خلال فقدان الكثيرين منهم لوظائفهم واشددت ييلين على ان مثل تلك النتائج سيؤدي ايضا الى ركود في الولايات المتحدة وسيقوض بلا شك دور الدولار بوصفه عملة احتياطية تستخدم في المعاملات في كل انحاء العالم بما قد يؤدي الى ازمة مالية عالمية وابلغت ييلين قادة الكونجرس بان وزارتها بدأت في استخدام اجراءات استثنائية لادارة السيولة لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو القادم وبينما لم يتمكن المسؤولون الامريكيون حتى الان من التوصل الى اتفاق بشأن رفع سقف الاقتراض لتجنب التخلف عن سداد الديون وما يتبعها من ازمات كارثية اكد البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن سيبحث قريبا مع الزعيم الجمهوري رئيس مجلس النواب الامريكي كيفين مكارثي مسألة سقف الدين الامريكي وهو موضوع خلافي كبير في واشنطن بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ان تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في البلاد فالديون التي ندفعها تراقمت على مدى مئتي عام ولذلك فاننا سنجري نقاشات بسيطة حول هذا الامر مع زعيم الاغلبية رئيس مجلس النواب الجديد وتأتي ازمة الديون الامريكية في ظل اتساع عجز الميزان التجاري الامريكي بفعل هبوط الصادرات مع تراجع الطلب العالمي وقوة الدولار وكشفت بيانات وزارة التجارة الامريكية ان عجز الميزان التجاري سجل 78 مليار ومئتي مليون دولار في اكتوبر الماضي بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه وقع بنك الاستثمار الاروبي اتفاقية تقردم بقيمة 500 مليون يورو من اجل تمويل اعمال البحث والتطوير والابتكار في الصناعات علية التخصص في السويد لتسهيل التحول الاخضر لا سيما قطاع التعدين واشار البنك الى الاهتمام بتمويل اعمال البحث والتطوير والابتكار في الصناعات علية التخصص لتسهيل التحول الاخضر والحفاظ على الميزة التنفسية لاوروبا خاصة في المجالات الرئيسية مثل قطاع التعدين واجعل هذه الصناعات أكثر استدامة وصديقة للبيئة كما يدعم المشروع مواجهة التحديات العالمية وأهداف التنفسية الصناعية الأوروبية ودعم العمل المناخي للبنك وأهداف الاستدامة البيئية بالإضافة إلى هدف السياسة العامة للبنك ومنها الابتكار والرقمنة والتنمية البشرية أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تنفقية قرد تمويلي بقيمة 50 مليون يورو لصالح شركة إسبانية لدعم وسائل النقل العام المستدامة والتحول إلى وسائل نقل مستدامة ومنخفضة الكربون في إسبانيا وأشار البنك في بان الله إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع في مجال تطوير نموذك التنقل الحضري بشكل مستدام وفعال وما له من تأثير كبير على السكان المحليين والسائحين وأوضح أن المشروع يشمر الاستثمار في مجالات مختلفة مثل السلامة والرقمنة والتحديث وزيادة قدرة النقل بما تماشى مع خارطة طريق بنك المناخ ومبادراته تتواصلت الظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع تعديل النظام التقاعد الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الجاري والذي تبعته موجة عارمة من الانتقادات والمظاهرات هذا وتوحدت جميع النقابات العملية الفرنسية في جبهة المشتركة ضد المشروع الذي يقضي برافع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 ومن المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في نص المشروع في 23 يناير الجاري ثم يعرض مشروع قانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير توقع بنك التنمية الأفريقي في تقرير عن أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وأفاق 2023 أن يستقر متوسط معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا عند نحو 4% بين عامي 2023 و2024 وعشر التقرير إلى أن النتجة المحلية الإجمالية للقارة سيحقق متوسط نموه بنسبة 4% في العام الجاري و3.9% في عام 2024 مقابل 3.8% في عام 2022 كما توقع البنك أن ينخفض معدل التدخم في إفريقيا من متوسط 13.8% في عام 2022 إلى 13.5% في عام 2023 استبعدها كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض حدوث تفشي جديد واسع نطاق لفيروس كورونا في الصين خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة وقال أن احتمال حدوث التفشي ضئيل للغاية نظرا لأن 80% من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل وقالت الصين في وقت سابق أن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد 19 لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في انهيون جليدي في مدينة نانجاتشي في منطقة التبت جنوب غربي الصين وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية أن عمليات الإنقاذ في مكان الحادث انتهت وقال مسؤول حكومي محلي أنه تم العثور على 53 ناجيا خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العالم منفذا جديد من منافذ أهلا رمضان بمنطقة زهراء المعادي بالبساتين دمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها في كافة أنحاء قاهرة ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق ودم منفذ أهلا رمضان بالبساتين كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلتها بالسوق وفي محافظة الجيزة شهد معرض أهل رمضان بشرع فيصل إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة وضم المعرض منتجات من سلع أساسية وتموينية ورمضانية ومنتجات الألباني واللحوم والفاكهة بعروض تنافس مثيلتها بالأسواق الخارجية من المنتج لمنفذ البيع بمتوسط تخفيضات 30% ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء هكذا جاء معرض أهل رمضان بشارع فيصل بالجيزة على مساحة 2000 متر بمائة باكية بيعية ولمدة ثلاثة أشهر من أجل توفير السلع الاستراتيجية والاستهلاكية والرمضانية للمواطنين حيث يعد هذا المعرض نموزجاً ضمن سلسلة من المعارض التي تقيمها الدولة قبل الشهر المعظم أسعار كلها في نسبة خصف من 20% لغاية 50% كارتونة أمان دي عليها 50% خصف اللحومة زي ما ساعدك شايفة 162 جنيه اللحمة البلدي سوداني بمائة 35% الرز السكر كل ما تتخيل لي مقود وبالنسبة للمواطن المتاحة كميات اللي هو بيأخدها عايز كيلو 2-15 بيأخد ستون عارضاً ما بين شركات وتجار يوفرون منتجات من سلع أساسية وتموينية من الأرز والسكر والزيت إضافة إلى السلع الرمضانية والعطارة ومنتجات الألبان وكذا الخضر والفاكهة جميع المنتجات بحاول أجيبها بأسعار كويسة عشان نوفرها أحسن من بره وكذا ولو على قد ما أقدر بحاول حتى لو أنا أماكني بره أحاول بها هنا بالسعر اللي بجيبه به حتى لو من غير مكسر بأعرض هنا بأسعار مش موجودة بره أصلا أنا بنوفر منتجات أسوان كلها المنتج بتاع أسوان البلح الكركديق التمر هندي البهارات الأسوانية بنوفرها بأسعار مناسبة جداً جداً تصل التقويدات لـ 40% عندك الموز بره بـ 15 و 17 عندنا احنا بـ 12 الكوي بـ 50 بره هنا بـ 30 البورطان بـ 6 جنيه فراولة بـ 13 جنيه تفاق 25 بره بـ 50 جنيه في كل حاجة من تفاقها طبعاً المعرض يوفر أيضاً اللحوم السوداني والبلدي بأسعار تبدأ من 135 جنيهاً إضافة إلى طرح اللحوم البرازيلية والدواجن المجمدة بعروض تنافس مثيلتها بالأسواق الخارجية بنبيع لحمة بلدي مدعمة من الوزارة بأسعار تناسب المواطنين اللحمة بلدي ما عندناش حاجة مستوردة ما عندناش حاجة مجمدة الحمد لله نحن هنا بنقدم في المعرض أسماك أسوان أسماك ديت بولتي من نيل بلدي فنحن نقلها من الأسوان يومياً للقاهرة فريش من أعضاها المواطنين نحن هنا الشركة بتقدمها بسعر تكلفة ما لا يوجد أي تكلفة عليها حالص حاجة بس هو كل الموجود بيكون تكلفة الموظفين لكن لا يوجد أي أهم شرف حالص متواجدين لغاية رمضان بنفس التكلفة وبنفس الأسعار فيشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية والتمتع بتلك النسب من التخفيضات الأسعار أقل من بره بكتير يعني بشوية بس يعني جزاز الزيت هنا أقل من بره مثلاً بخمس ستة جنيه الرز هنا أقل من بره بردو والسكر هنا باربعتاشر ونص في حاجات كويسة جداً زي اللحوم متدولة وكويسة هنا يجد المواطن كل ما يحتاجه في مكان واحد فسلاسل معارض أهلاً رمضان تأتي تنفيذاً لتوجهات الرئيس ضمن الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لإقامة هذه المعارض بكافة محافظات الجمهورية من أجل محاربة الغلاء وتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافس مثيلتها بالأسواق وتناسب المواطنين سالي سالم التلفزيون المصري تواصل الدولة دعم معارض أهلاً رمضان الموجودة في مدن دمياض بالسلع الغذائية بجودة عالية ومن جهتها أعلنت الغرفة التجارية توافر كمية كبيرة من السلع تلبي احتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% وتضم 18 قسماً داخل المعارض الموجودة هنا جميع السلع بأسعار محافظة بالنسبة 30% بالنسبة للأسواق من رز والحوم ودواجن وصناعات غزائية وصابون وأدوات منزلية وجميع السلع متوفرة في معارض أهلاً رمضان بخاص بأسل من 20% إلى 30% بجاند بالاتفاق مع محافظة دمياض والغرفة التجارية في دمياض إنشاء قدة معارض في المحافظة في دمياض الجديدة عندنا معارض في دمياض الجديدة وعندنا معارض في الروضة وعندنا معارض في فرسكور وعندنا معارض في قفر سعد الحمد لله إن الحاجة موجودة ومتوفرة ما فيش مشاكل في الأسعار هي مبادرة كويسة يعني من الدولة إن أسعار الزيوت حلو وأسعار السكر وأسعار الرز هي دية الثلاث حاجات المهمة للمواطن زيت بقى المجمدات اللي هنا قدام شوية كده اللحوم والفراخ انتلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية التابعة لإدارة مرس عالم الصحية ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة هذا وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لنحو 128 حالة بمختلف التخصصات الطبية وذلك لضمان وصول خدمة الطبية لجامع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر جهود غير مسبوقة تقوم بها الدولة لتشجيع البحث العلمي والنهوض بالتعليم العالي وتشجيع المبتكرين والعلماء ويأتي إنشاء جماعات المتنوعة على رأس المشروعات التي تقنم تلك المنظومة ولسيما الجامعة اليابانية التي وفرت لطلابها جامع الإمكانيات والأدوات التي مثلت دعما علميا وأكاديميا ولوشيستيا غير مسبوك حتى صاروا ينفسون السوق العالمية في مجال الابتكار والبحث العلمي في إنجاز كبير نجح فريق من طلاب نادي الروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الوصول إلى الأدوار النهائية لمسابقة مني درون للطائرات بدون طيار التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في تصميم الخوارزميات الرياضية للتطبيقات الهندسية المختلفة تأهل الفريق للدور النهائي للمسابقة متفوقا بذلك على 330 فريقا من مختلف دول العالم يشارك في هذه المسابقة العالمية لتصميم خوارزمية تتبع خطي للطائرات بدون طيار مع تعلم كيفية تصميم ومحاكاة وإطلاق الطائرات دون طيار المسابقة أحد وسائلنا لتشجيع الطلاب على تطبيق ما يتعلمونه وفي المحاضرة وفي المعمل نحن نطبق حاجة اسمها التعلم النشط واللي فيها الطالب بيقدر أنه يطبق المفاهيم والأساليب والوسائل اللي بتعلمها في المحاضرة وفي المعمل في تطبيقات فعلية المسابقة أحد هذه التطبيقات ودي مسابقة عالمية شارك فيها أكثر من 300 فريق من كل دول العالم فريق الجامعة المصرية اليابانية تأهل للنهائيات وتول الجامعة المصرية اليابانية اهتماما كبيرا بتشجيع طلابها على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية ذات الصلة بمجالات دراساتها وتقوم بتقديم الدعم الفني والمالي لذلك حيث تقوم الجامعة بتوفير كل الإمكانيات لطلابها بمعاملها التي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم لدعم منظومة البحث العلمية المسابقة عموما كانت ماتوركس ميني درون وهي بتهدف أن نعمل طائرة بدون طيار وتكون بلتبع مصار معين بدون أي انحراف وتفضل تطير فوقه بالضبط والمصار ده كان اللي بيحدده حكام المسابقة وإحنا بنحاول من جانبنا أن نحن ندربها على أكثر من مصار يكون صعب شوية ومع ذلك المسابقة عموما كانت صعبة ومتطلبة مهارات وبنامج كتير إحنا ما نعرفهاش فإحنا في خلال 15 يوم بس إدارنا نحط خط زمني في خلال 15 يوم إدارنا نحن نتعلم المهارات دي عن طريق برضو مساعدة المبادئ البحث العلمي اللي احنا تعلمناها في الجامعة هنا وبرضو الاستراتيجيات المتميزة اللي احنا أخدناها هذا وتوفر الجامعة المصرية اليابانية نخبة من الأساتذة المتحصصين في شتى مجالات الدراسة بالجامعة بالاضافة إلى الأساتذة الزائرين من الجامعات الشريكة باليابان كما تحرص الجامعة على تقديم محتوى علمي متطور ومتقدم يواكب مثيله في الجامعات الكبرى في اليابان ضربة الحجز بيدا مثالا حيا للتحدي بإصرارها على تعلم القراءة والكتابة بعمل يناهز 86 عاما وستطاعت الحجز بيدا من تحقيق حلمها وقراءة القرآن الكريم بعد حصولها على شهادة محو الأمية بمحافظة المنوفية خلف هذا الباب العطيق تختبئ قصة كفاح كبيرة بطلتها سيدة لم تكترث للعمر الرقم وأصبحت بفضل إصرارها وطموحها حديث وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الحجز بيدا صاحبة 87 عاما بمحافظة المنوفية أكبر دارسة بفصول محو الأمية في مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار لا أمية مع تكافل تروي الدافع وراء عودتها للدراسة بعد أكثر من ثماني عقود مرت قرابة الساعة ماشا هي المسافة التي قطعتها الحجز بيدا من منزلها إلى فصول محو الأمية وتعتبر هذه المدة في حديثها المليء بطاقة وحماسة الشباب نزهة ممتعة من أجل التعلم أكتها تقول لي ركبي أقول لا لا أسكت أنا أروح ماشي شوفوا البلد الدائم مشورها زي من هنا لجبي إحنا في نص المجتمع ونص الطريق تعدى طريق دائرة من البلد لهنا نص الطريق ومن هنا لجبي نص الطريق قراءة القرآن الكريم مكنت من أهم دوافع للتحق بالدراسة وتؤكد أنها تمكنت من تحقيق حلمها بعد أن نجحت في كتابة آياته وحفظه القرآن الواحد يشوف الكتابة قدامه يقراها إنما كده الخطة عاجز من قلة كترة الكتابة من أعزى بقى أكون هي حل في اللي أنا أعزاه ترى الحجز بدأ أنها وصلت من الجبل قمته بعد حصولها على شهادة محو الأمية وتؤكد أنها ستواصل تعليم أحفادها كما علمت أبنائها مدى ما للعمر بقية من محافظة المنوفية محمد الخطيب التلفزيون المصري في مثل هذا اليوم من عام 1889 كان ميلاد الفنان الكبير ناجيب الرحاني في حي باب الشعرية ويعد رحاني أحد زعماء المصرح الفكاهي حيث شرك صديقه بديع خيري في عشرات المصرحيات بجانب تقديمه للعديد من الأعمال السينمائية التي تركت أثرا كبيرا في تاريخ الفن ونبقى مع عمليقة الفن المصري حيث تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة القديرة ماري مونيب وهي التي اشتهرت وأحبها الجمهور في دور الحماة نظرا لحسها الفكاهي وضحقاتها التي تميزت بها عملت مونيب في العديد من الفراق المصرحية إلى جانب السينما التي قدمت بها عشرات الأفلام حتى توفيت مثل هذا اليوم من عام 1969 موسيقى ولأن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة ومصطفى ميزان مصطفى شكرا صحر ناجي وشكرا محمد عبدالله أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة من التلفزيون المصري استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوق سياحي صيني قادم إلى مصر منذ ثلاثة أعوام ليكون هو الأول منذ جائحة كورونا هذا وقد قام مطار القاهرة الدولي بتجهيز استقبال خاص للفوق السياحي تضمن إهداء بعض الهدايا التذكارية موسيقى لأول مرة منذ ثلاث سنوات يصل وفد سياحي صيني لمطار القاهرة الدولي بعد انتهاء جائحة كورونا ورفع إجراءات حظر السفر في العالم عليهم لتكون مصر أولى دول العالم التي تستقبل وفودهم على أرض السلام الاستقبال جاء في أجواء احتفالية نظمها المطار عبر إهداء الوفد هدايا تذكارية تعبر وتؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والصين احنا بالنسبة للسياحة الصينية اجتمعنا من حوالي أسبوع مع علي السفير سفير الصين في مصر واتنقشنا في وجه نظرنا في زيادة الرحلات للصين والحقيقة كان عنده رغبة جديدة جدا أنها تزيد فقدمنا طلباتنا وهو سعيدنا الحقيقة ووعدنا أن احنا الاعتمادات دي هتبقى في قارب وقت اللي هي في آخرها ان شاء الله أن احنا هيكون عندنا حوالي سبع رحلات لجوانزو في الأسبوع ثلاث رحلات لهانزو بكين اللي هي كانت وقفة خالص فان شاء الله تبقى ثلاث رحلات سوء الصيني الحقيقة بيتميز بأنه فيه أكتر من واحد واربعة من عشرة مليار نسمة لو جبنا منهم عشرة في المية فده نقدر نكون وصلنا للتارجت اللي احنا حطينه لنفسنا ان شاء الله الحقيقة النهاردة في لقائي مع سيادة السفير اتفقنا على نقاط عريضة هامة جدا جدا كيفية استقطاب السائح الصيني يقدر الخدمات اللي احنا بنقدمها مصر والسين الحقيقة عندهم التاريخ عريق تاريخ وحضارة كبيرة وبالتالي ساح الصيني يتميز بأنه بيقدر هذه الحضارة وهذا التاريخ تيبي صنقو يوكا لائدولا عيجي نما我想 اخبارها سوشان شوامن اليوم هو اليوم محتفل به لأنه بعد ثلاثة عوام من الجائحة قد شاهدت التحسن للإجراءات السينية لمكافحة الجائحة واليوم قد جاءت لمصر أول الفوج السياحي وحيث يعتبر بأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السيني ومصر تطورا حميقا وتعتبر السيني ومصر الصديقاني حميميني وقد شاهدت الإجراءات لمكافحة الجائحة يدان بيدي على مدار السياسة السنوات فقرات فنية واحتفالية مختلفة لاستقبال خمسة وعشرين سائحا صينيا ضمن هذا الوفد والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاستقبال واستعدادهم لبدء البرنامج السياحي المعد لهم للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية الخلابة التي تتمتع بها مصر باعتبارها الوجهة السياحية الأهم في العالم نحن النهاردة كان معنا حدث مهم أن من أوائل الدول اللي قررت الصين تفتح عليهم السياحة الصينية أو تكذب لهم السياحة الصينية هو السوق المصري من ضمن عشرين دولة فقط نحن بنتكلم عن تقريباً أول أو تاني فوق سياحي يخرج من الصين لدول العالم مسافر شغل مرتين فقط بس تمام لدولة أفريقية فدي أول مرة ييجي فيها مصر هو مدرس إنجليش بالنسبة له بيعلم دايماً الطلبة بتوعه أنه هما إزاي بالنسبة لمصر لأنها دولة ذات عراقة واحدة من الحضارات الأربعة الكبرى في العالمية استقبال أول وفد سياحي صيني يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الصينية لمصر والذي أكد زيادة عدد السياح الصينيين واستئناف الرحلات ليتجاوز مستوى ما قبل كورونا مع تأكيد مصر على توفير كل سبل الراحة لهم وتأمينهم استمراراً للشراكة المتميزة بين البلدين محمود جميل التلفزيون المصري أكد وزير البترول والثروة المعدنية طرق المل أهمية مشروعات صناعتي التكرير والبتروكيمويات ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيمويات للسوق المحلي وكذلك دعم خطط عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز جاء ذلك خلال رئاسة الملاء للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعمرية للبترول والبتروكيمويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس والاعتماد لإعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2023-2024 في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ومدعوم بأفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين هذا وقد ارتفع الخام خام برينت بما يعادل 1.7% ليصل إلى 87 دولار و 63 سنة للبرميل وزادت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 1.2% لتشجل 81 دولار و 31 سنة للبرميل كذلك صعدت أسعار المزودة عالميا هي الأخرى بنسبة 2.2% لتصل إلى 3.35 دولارات للتر في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 3.8% من 100% لتسجل 3.17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر 11 على التوالي ولا أقل مستوى منذ 12 عاما خلال الشهر الماضي أكدت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن المبيعات تراجعت بنحو 1.5% على أساس شهري مقارنة بتوقعات خفاضها بنسبة 5.4% كما هبطت المبيعات بنسبة 34% على أساس سنوي مسجلة 4.2% للمليون للمنزل الواحد وهي أقل وطيرة مبيعات منذ نوفمبر من عام 2010 موسيقى 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 وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى في الأخبار السياسية مع محمد عبدالله وصحر ناجل شكرا لك مصطفى تتجه أنظار جمهير وعشاق الساحرة المستديرة في الثامنة ونصف مساء إلى استاد القاهرة الدولي الذي يصطديك مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتاز ومن محيط استاد القاهرة الدولي ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم ببرس كريم أطلعنا على أجواء ما قبل انطلاق المباراة نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هي قمة هامة جدا وهي القمة الأهم في نقط بين الكرة المصرية في الجولة الرابعة عشر وهو نادي الزمالك ونادي الأهلي الجماهير بدأت بالتوافد على استاد القاهرة منذ الساعة الثانية تقريبا ظهرا هناك العديد من الجميعين الذين جاءوا من القاهرة هناك العديد من الجميعين الذين جاءوا من محافظات عديدة حتى من الصعيد ومن سهاج ومن قنة وغيرها من المحافظات جاءوا بالفعل خصيصا كل هذه وتحركوا كل هذه المسافة وصولا للستاد القاهرة ليحضروا هذه المباراة لها دائما طبيعة خاصة يعني بين الزمالك والأهلي بعيدا عن من يفوز بالدوري المصري أو درع الدوري المصري دائما ما يكون هناك المنافسة هامة وخالصة بين قطبين الكرة المصرية نادي الأهلي ونادي الزمالك هناك التأمينات الخاصة بالستاد القاهرة ودخول اللاعبين متواجدة بالفعل حول استاد القاهرة ولكن أيضا بجانب التأمينات رأينا الجمهير تتحرك من محطات المترو وتحرك في الشوارع المختلفة لتصل إلى استاد القاهرة هناك حماس كبير جدا بين الجمهير من القطبين سواء الزمالك أو الأهلي خصوصا أن الفارق بين متصدر الدوري المصري الآن وهو النادي الأهلي ونادي الزمالك وخمسة نقاط فقط وإذا فاز نادي الزمالك اليوم يتقلص الفارق لقطتين فقط بين الناديين وإذا فاز النادي الأهلي وهو متصدر الدوري كما ذكرنا هذه الأيام في جولة الرابع عشر يزيد فارق النقاط بين الناديين ولكن ربما من يفوز اليوم يعطي دفع للنادي الخاص به وصول لمحاولة للفوز بالدوري المصري الزمالك يدافع عن هذا اللقب بعد أن فاز به مرتين متتاليتين وهو الأهلي يحاول أن يستعيد هذا اللقب برة أخرى والزمالك يدافع عن اللقب سننتظر بالطبع بعد ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا ستبدأ المباراة والسحضور كبير من جماهير نادي الأهلي ونادي الزمالك في محاولة للوصول لبداية وأيضا الحصول على هذا الفوز الكبير الذي ينتظره جميع عشاق الكرة المصرية من نادي الأهلي ونادي الزمالك نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من محيط استاد القاهرة الدولي شكرا جزيلا لك هذا ورصد قمر التلفزيون المصري أراء الجماهير وتوقعتهم من مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام بعد قليل في الدولة الممتاز وما تشيق له زمالك ما تدارش تحكمه من دلوقتي ما تدارش تيجي تقول ما تشي سهل ما تشي صعب فرقة الأهلي عندها غيابات عندها إصابات عندك حمد فتحي عندك عمر السلية بيتجهزوا محمد عبد المنعم سمعنا النهاردة أنه خارك التشكيل يعني عند خط الوسط كله يعتبر بس بالباقي الموجود إن شاء الله لا هنكسب إن شاء الله الفرص الموجود للفريقين بالنسبة للأهلي صفوكات طبعا جامدة جدا أتوقع طبعا للأهلي بالنسبة للأهلي هو المتش صعب بالنسبة للفريقين بالنسبة للحالة اللي الزمالك بيمر بيها مستوى متذبذب خروج من الكاس تعادلات وهزام في الدوري فبالتالي فرص الزمالك صعبة في المتش الله أنا متوقع إنه يبقى المتش صعب جدا الاتنين عايزين يثبتوا نفسهم أول منه الزمالك بيطالب بحاجات غريبة في الدوري والأهلي من أقوى النوادي في العالم أنا زمالكاوي بس أنا متوقع إما الأهلي هيكسب واحد صف إما تعادل أهلي هيكسب؟ اتنين واحد ختام النشرة عودة لتذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يتابع النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف ويواجه برفع مكافأة المسابقة العالمية للقرآن الكريم لمليوني جنيه روسيا تغني تدريبات على دفاعها الجوي بموسكو للمرة الأولى منذ بدء العمليات وتنشر بطاريات دفاعية في العاصمة وضواحيها أزمة سقف الاقتراض الأمريكي تنتظر اتفاقا جمهوريا ديمقراطيا وتحذيراته من سيناريو الركود التدخمي بالولايات المتحدة والعالم بهذه العنوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة